لذا الإصلاح واجب على خمسة على خمسة لخمسة لخمسة منهم الأب والأم وما علو الأخ والأخت وما نزلوا والعم والعمة والخال والخالة هؤلاء لا يمكن أن تقفع حتى لو أسفوك التراب حتى لو ضربوك الليل والنهار فهؤلاء رحم والرحم معلقة به ما في هذه ليس لك خيار ما تستطيع تقول أنا أقطع في عمي أو في أبوي أو في أختي حتى لو كان سيئا حتى لو كان يطردك أروح أسلم عليه طردا يرجع معاشرة بالمعروف معهم المهم هؤلاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق هؤلاء من قطع هؤلاء فوقطع الرحم ويقول صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم إذا جلس مجلسا نزعت الرحمة يطرد الرحمة والرسل سبحانه وتعالى لما خلق الرحم الروح قالت يا ربي سل من وصلني وقطع من وقطعني قال لك يا لعظيم الشأن نعم الموضوع هؤلاء الخمسة لا تقول لي آذوق لا تقول لي سووك لا تقول لي مزعجين شكو لله أروح أنا أدي واجب أروح عمتي لخاري لأخوي لأبوي لموي لا يمكن أقرأ ترجمة نانسي قنقر